دكتور عيمة دهلا الشعر الجاف والمتقصف شنو اللي كيسبب هاد الجافاف ديال الشعر كيفاش ايضا السيدة تعتني بالشعر ديالها وشنو هي احسن الوسائل اللي من صحبها والوصفات غنهضرو اليوم ايضا على لاكيغاتين شنو هي واش نشجعوها اولا لا ولا على حسب وكان نضروه ايضا على الوليسا الجابوني في الحقيقة تقنيات اخرى اللي اليوم متوفرة فشنو تختاري اهل الله مرحبا بكم وبأسئلتكم 052-77-2424 الشعر الجاف والمتقصف اليوم الكثير الاغلبية من النساء من السيدات من الشابات كتقول لك شعرية بس شعري كان حسبيه بحل خيش شعري نشفلي شعري كيتهرس ما بقاش كي طوال ما بقاش شفيه الخلفة شنو السبب دكتور عيمد السبب السبب الاساسي هو العناية بجلدة ديال الشعر ديالنا والعناية بالشعر ديالنا مقبل انه مثلا كتلقى البنيتات في واحد لاج اللي كيكون شوية مثلا ديال المراهقة يعني كتبدا ديال 14 لعام 15 لعام خصا تتاني بالشعر دياله فهنا شنو كيولي هنا كتولي اول حاجة استعمال ديال بعض المواد الكيميائية مواد الكيميائية اللي كيمكن يضرر لنا جلدة ديال الشعر ديالنا كيعتوى حساسية كيغيرو لنا من نوعية ديال افرازات ديال الدهون ان الدهون كتولي اما كتفرز بطريقة عشوائية يعني كتفرز بزاف ولا ما كتفرز شقع فهد الشي كامل كيغير لنا النوع ديال اشار ديالنا مسألة اخرى استعمال العشوائي ديال الشامبوان اننا ما كنتستعملوش شامبوان خاص بكل نوع ديال الشعر حيث هذي الناس اللي سمنعو هذي هاد الشامبوانات هذه راما دام كيديروا انواع ديال ديال الشامبوان خاصة بواحد نوع معين ديال الشعر فكيعارفو عناش لان الشعر المتقصيف مثلا كيخصوه واحد المواد اللي كتكون خفيفة شوية ما كتكونش تقدر البشرة ديالنا ما كيكونش فيه التركيز ديال اليسولفات الطالع ما كيكونش فيه التركيز ديال المواد الكحولية اللي كتكون فيه كمواد حافظة ما كتكونش طالعة وها يعني وكل نوع ديال الشامبون كيتخدم لنوع ديال الشعر اللي كيصلاح له هذا من جهة من جهة آخر أننا كننهملوا الشعر ديالنا ما كنعطيوش العناية لأن الشعر ديالنا رهته هو وخاصة الجلده ديال الشعر واحد البشراء اللي فينا واحد البشراء اللي يخصنا ديمة نتهلو فيها وديما أننا نحافظوا على إذا كيفاش نتهلو فيها على الأقل مثلا من اللي اللي نديروا واحد البدي سيغوم نستعملوا فيه زيت نستعملوا فيه خالج زي Gall used نديروا ماسك كماسك للشعر ديالنا ولا نستعملوا ديال الشيغوم اللي كيكونوا كيتباعو في الصيدلية ولا ديال الشيغوم اللي كيتباعو ديال ماركات المعروفين اللي كنحافظوا به على الشعر دينا لأن الشعر إلا ما أعطيناهش الويقاية كنعرفوا إحنا رأي كل نهار كنتدخلوا مع الحياة يعني كين ستغيس كين تلوت كين استعمال بعض المواد الكيميائية كين بعض المواد دي التغذية اللي كتدخل لنا للدس دينا كذلك تفرز لنا واحد النوع دي السوم فهد شي كامل كيأثر لنا على الجلدة دي الشعر دينا وما كيعطيهاش ديك الحيوية دي لها باش يمكن لها تعطينا واحد الشعر زوين واحد الشعر اللي فيه اللامعان واحد الشعر اللي عنده واحد كيفاش كنقوله واحد القوة وواحد الصيحة أنه يكون صيحي الشعر تبقى ليدك الصحة دياله وإحنا كنا نرحبو بأسئلتكم مستمعاتنا غادي ناخدو بداية إلهم معنا من مدينة الريباط صباحك سعيد إلهم صباح النار علينا أهلا مرحبا بك معنا على راديو أسوات شكرا بركة الله فيك سمعيكم كشكركم بزاف على الوصفات وإلى تلك تقدمونا في راديو أسوات الله يبرك فيك وبرنامجكم حديث ومغزل راقريب من كل مرأة مغربية مرحبا بك وبسؤالي شكرا لبعك الله فيك وكنسلم على الدكتور عيمال وكنشكره بزاف على الوصفات دياله اللي احنا كنجربوها ومطمئنين لها الحمد لله وأنتم على الشكر وجزائختي مرحبا الله يبكي الله يخليك أنا عندي بزاف ديال الزيوت حيث كنت استعملت واحد فيك هدار تألي اللي فيها آزير وهذا وزعته وفلي وكنضم استعملتوا دعمها مزيان غير هما دبقا وليا ما بغيتهم شي يخسروا بغتي لكينا شي وصفات عمال اللي غادي واش نقدر نغطفهم للشعار بناتي شعرون ثواد زعم ما كله كي تقطاعو نعم أختي لا وانتي دبا هدك هدك ستيك له هد موزين الرائحة دبالي هدرنا فيه فهد الزويت فهد الزويت رمزل غادي بقولك لأن موزين رائحة غادي تستعمل استعمال يومي فهمتي؟ نعم أختي لكي ما كنستعملوا موزين الرائحة العادية غادي تستعملوا هد موزين يعني را عندك استعمال يومي مركا دي تقطعي هد الخلطة هده فهمتي؟ و الشعير دي اللبنيتات مثلا الابتما تستعمليها هد الزويت هدي مرحة فهد تستعملي مغصط غيره دي زيت ليازير نعمHHHH ومغصط غيره دي زيت فليو يعك كنت سمعي كنت سمعي مغصط غيره دي الزيزير ومغصط غيره دي الزيت وغتزيد عليهم حتى تتضل مع القبار دي زيت زيتون غددهني الزيتون هدهني الجلدة دير الشعر و الشعر دي اللبنيتة دخليه ساعه و تقسليه يعني ادي لهم واحد ماسك للشعر ديالها ليتخليه ساعة وتغسليه والعملية ديالي اللي بنيتها جوج للمرات في الأسبوع ودومي لها مدة ديال تلت شهر بارك الله فيك شكراً وعافك غير وخا خرج الموضوع بنسبة لبطاقة كنت عبتتي واحد الوصفة ديال اسميته الخزامة معرفت شوش تلاتة ديال دوك غير دوك حبيبات صغير ورين وريدات الوريدات دوك الوريدات ديال الخزامة كتي صغير ورين هم غير ريطات ديال صغير دوك صغير ورين دوك الوريدات ثلاثة ديال وريدات منهم فقط سافي بارك الله فيك سافي إذن غدت ديالي هذه الوصفة ان شاء الله تبعي لها وهدك اليازير وزع تروفليه ودك الزيت ديالهم ضروري تخليها لأنها مازال تستعملها كموزير رأيها تحية لك إلهم من الريبات اللي كتسمع بها البرامج راديو أصوات علموجة 95 نقطة سبعة سوف نأخذ فاطمة مدار بيدا صباحك سعيد فاطمة عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بيك الحمد الله الله يبارك فيك شكرا لك بزاس على ذلك البرنامج مرحبا بك شكرا مرحبا أختي مرحبا بيك أخويا أحمد أعفك أغران سولك لدينا شعر كيطة اللي يمتلك من دياله مرحبا وكيتقرب وسميته أختي سدابة مني كان سمعتك كتات وقلتي واحد تجيط ديالة عراشي ملقمح وكان ديرولي مني كي خلفت شوية كيتقربت سميته كيطة اللي يمتلك ترجمة نانسي قنقر 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 ولكن أول حاجة كان زيت اللوز الحلو ثانياً زيت الكامون وثالثاً كان زيت البابونج كم يوسف كتسوي الكواش الكتيرة مزيلا للشعر دكتور عيماد فالكتيرة ما عنداتش علاقة بالترطيب دير الشعر لأن المواد اللي فيها ما عنداش ما كتأثرش على الجلدة دير الشعر فما كنصحش بها لأنها غاد زايدا ما غاد يشتعطينا واحد ودائماً عاملين سؤال جواب معكم مستمعتنا على خطوطنا مباشرة صفر خمسة تين وعشرين سبعة وسبعين أربعة وعشرين ما تنسوش السحب للقرعة اللي غادي هديلكم اليوم غورمي طاديا الباب فما زال عندكم فرصة باش تبعتوا بكلمة حديث على رقم خمسة وخمسين تسعين في رسالة قصيرة اي سيمس تمند رسالة صدرة ما احتساب رسوم كانت من لكم حد سعيد خديجة معنا من ربط أهلا بك خديجة أهلا بك خديجة يا ريت يا خديجة تحيدي الكيت باش نسمعوك عتي الصوت ديالك ما واضحش هدري معي عفك بالتليفون ها بالتليفون واخا وحيدي في هات البلاسة يمكن ما عندك شر ريزو حيث بحال يلفش بلاسة غامقة ما كنسمعوهاش وإحنا يا دائما كنتواصلوا معكم مباشرة على كل ما كيهم الشعر الشعر الجاف الشعر المتقصف فاطمة صديق كتقول لنا عفك اغتسانة عندي شهر ناشف بزاف تكلمنا قبيلة على الماء شنو أهمية الماء أكيد أن الماء شهل السيدة قتلينك تشرب إطرو في النهار وش إطرو كافي دكتور عيمد ما كفيش خصنا على الأقل إطرون نصر على الأقل جوج يطرو ما يطرون نصر شوية المهم كنقول لنا الله ملعمش ولا لعمة فخصنا جوج يطرو ديال الماء فما فوق الماء سافي كنظر مش يتقولي أنا يعني دو كليلي كيد الأخرين لا خصنا الماء بوحده خصت تكون جوج يطرو ديال الماء في اليوم على الأقل لأن الماء كنقول لنا هو الكاتاليزو كما كنقول ديما الماء هو اللي كعطينا التفاعلات الماء هو اللي كنقلين المواد المغدية اللي كتمشي لنا للجلدة ديال الشعر ديالنا بش تغضلينا الجو دور ديال الشعر ديالنا الماء هو اللي كيحسن من الجودة ديال الدم حيث تحتدم الجودة دياله كتتحسن إلي أخذينا الماء وإلي تحسنت لنا الجودة ديال الدم كنعرفوا بأن الأكسيجين غادي ولي وصل مزيانات ولي توصلها إلى المواد المغذية اللي هدرت عليها دابة والماء مادة أساسية للشبابية والمورونية المورونة ديال البشرة ديالنا ككل نعم إحنا يبغينا كذلك نجاوبوه لأخت أم السعدية اللي كتقول لنا عندها وصفة عندها تساقط الشهر وبغاد شي وصفة أيضا شنو تدير أم سعدية على صفحة الفيسبوك سنة زعيم أسوات نعم فأخت أم سعدية كان قولها تديري الوصفة اللي قلتها ديال زيت القطران زيت 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 زيتون معلقة كبيرة من كل زيت كتخلطيها كدهني الجلدة ديال الشعر ديالك والشعر ديالك تخليها مدة ديالساعة وكتصلها العملية كديرها جوز المرة في الأسبوع ودومي عليها مدة ديالت شهر عندنا مسمعاتنا على الخط دائما غادي ناخده الآن كريمة معنا من الدخلة أهلا بك كريمة أهلا السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله اللي بارك فيك كريمة أنا قبل التحية كبير لكم الدكتور عيمة الدكتور رحيل اللي كانت تكفي من نحية ديالوصفات كنسكركم جزي بعد البرنامج أجزكم بخير مرحبا وهدي شهادة كنفتخرو بيها وشنو سؤالك اللي جزيك بخير أنا بطنسو للدكتور عندي شعر كتاح بالزرح عندي تكسر مع العلم أنني عندي خلالة في الغضة الطراقية كننخذو عليها نعم والمشاكل اللي يقدير لي مشاكل بزرح من ناحية شعر كتاح لي واحد شكل خيالي يعني دي مجرد غير الدفرنسي كان هزران ديالساعة نعم ودير اللي او عندي تنو مشكل ديال نقصان في الوزن بزرح عندي المشكل ليا نخذنا في الغضة الطراقية وشهو يقدركم كذلك واخا كتعلجي كتعلجي على هدل الطراب هدل الغضة الطراقية نعم رمت بتعام مع الطريبات ناخد خاتم ديال دواء وهدي ما أخرى نخذت الزيت ديال وزحلو وده بس ديش كان ستعمل عيوم ويال بليل واش تقدر سعطني نتيجة مع العلم أنني كان عني من خلال الغضة الطراقية سؤال مهم سؤال خليك معنا في الاستماع أنا عغلا ناخد الأسئلة الأخرى ونرجع لك دكتور نعم أكريمة شنو نوعية البشرة ديالك كان نسحك أنك كان نسحك أنك تمشي الصيدة لي فالصيدة لي غادي يعرف غادي يشوف نوعية البشرة وغادي يعطيك إن شاء الله الكريم الخاص بك صافي هادي أحسن طريقة لنووي إلا ما عرفتش نوعية البشرة ما نقدروش نساعدوك نعم مركزت على الصيدة لي لأن الصيدة لي كان قول الصيدة لي لأنه هو اللي يمكن له يعرف النوعية البشرة ديالك وغادي يعرف ذاك المواد اللي كاتمشى مع البشرة ديالك ويعطيك أنك خوني غا تقول لي دائماً كتستعملي إن شاء الله معنا إلهم من مراكش مرحبا بيك معنا في حديث ومغزل على أصوات السلام عليكم أختي كديرا بخير الحمد لله إلهم الله يبرك فيك كديرا أستاذ دعيمة لبس عليك بخير أختي مني كنسمع صوتكم الحمد لله ربا يخليكم أستاذ الله يجيزك بخير نعم يبرك فيك كله ليتاش كله عمر ليتاش نعم بالنسبة لشعري يجرب ديك لصفة ديالك 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 حلوة المهم أعطتني واحد ناس إذا كانوا سعرين يشف لي بزيف وكيطي المهم أغبط لي يشعري مبقتش ديك نشوف فيه بزيف ولكن باقي الحب لأن كيطول شوي كيولي تقطع لش حل مدة استعملتي أختي تبقربا دبا صغرين دابا أنا كنستعمل ولكن كنستعمل غير مرات الصيمانة مرات في الأسبوع ديالك شهرين ونس دابا حاولي لقد استعملها جد المرات في الأسبوع ما قديتيش رأي تسنية واحد شوية شوية المدة حساب حتى شعر ديالك رأي ناشف بزيف وشتيعنا الحالة كيفش عوتي إن الشعر كيفش داير فهنا غر تضي لأنك خصك واحد شوية المدة تزيدها زائد الغندة الضرقية اللي سننهضر عليها ونهضر علي المشاكل التي يمكن تسبب بالنا للشعر خليك معنا في الاستماع سنجاوب كيف قال دكتور عماد سننخدو سؤال آخر ومستمع أخرى معنا أمينة منضر بيضاء أهلا بك أمينة عليكم السلام ورحمة الله بس الداخل في حال تقريبا دروج مدرجة دكتور مدرجة مدرجة دكتور قلتي غريبا تعطيه الوصفة وانا حاملة عندي سبع شهر وش ممكن نديرها مش مشكل مش مشكل شكرا أنا بغيت نسولك أمينة وش الضغبة ديالك الضغبة مني كتشديها من جدر تل الطرف ديالها وش كتشوفي أنه الضغبة كين بلاصة فيها كتغلاض وبلاصة كترقاق غير جدر اختصان هو اللي مدرج أنه ملتحت ما عنديش معاه مشكل نعم واخا شكرا على واجب والله يفكو حيلك على خير منين أنت والدي أمينة عي طيلين فرحوا معاك إن شاء الله وبيك مرحبا على راسي وعيني ومتمنيات لك بموفور صحة والسلامة لك الغودة الدرقية فتحين على القواتخ واش الغودة الدرقية كتترسي بيان على الشعر وكتخليه طيح بشكل مباشر بشكل مباشر وتعلى البشر شنو الحل إذن من طبيعة الحل بعدها أول أننا تكون عندهم التغذية سليمة ونستعمل وندخل الخضر وندخل الفواكه حيث خصنا الألياف وخصنا الأملح المدينية والفيتامينات الطبيعية إذن سنأخذ وهذه وصفة خاصة للأخوات اللي عندهم الغودة الدرقية بالعناية والشعر ديالهم إذن سنأخذ زيت لفوكا زيت اللوز الحلو زيت نوار الشمس قشور ديال اللفت القشور ديال اللفت اللفت البيض اللفت البيض وقشور ديال تفاحة خضرة نوك الكوكوبيتين اللي كان في اللفت وتفاحة الخضرة عندنا لسي دوبوم هدو جوج ماواد أساسية لتغذية البشرة زيت الفيتامين او ديال لفوكا لميكدالين ديال اللوز وكنزيدوها القوة ديال لفيتامين او لعدنا زيت نوار الشمس اذن زيت لفوكا زيت اللوز 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 كتاخدو معلقة كبيرة زيت نوار الشمس كتاخدو كالصغير ديال العنبة قشور اللفت وحدة وحدة وتفاحة خضراء وحدة كناخدو القشور ديال هاد المكوين تكاملين كتحطوهم فوق العافية ماشي في حمام مريم مباشرة على النار وكنتخليو حتى كتطلع الغلية اللولانية يعني غير بدي غلى شوية كنحطوه وكنخليوه ليلة كنصفيو هاد الزيت هذا هاد الزيت اللي كتوليو كتدهنو على الجلدة ديال شعركم مشعركم كتخليو ساعة وكتقصلو كتديروها جد المرات في الأسبوع وكتدومو عليها مدة ديال طلت شهور على الأقل وبالنسبة اللي كديرو وصفات اخرين فيمكن ديروا هذا الوصفة وديروا وصفة اخرى من مورها مش مشكلة يعني جد المرات في الأسبوع بالنسبة الوصفة اللي فيها زريعة الكتان اللي هي الكيراتين طبيعي ولا ممكن الماء ديال القوق إذن القوق هادي ندخلو واحد القوق اللي فيها لغلويتاتيوين اللي كترف عالين المفعول ديال الترطيب يعني من بعد استعمال القشور ديال اللفت دباحنا غا نستعملو الماء ديال القوق نعم الماء ديال القوق إذن هادي الوصفة وهذه المادة الجديدة في هذه الوصفة هذي غتتاخدو زريعة الكتان الباب ونج الحب السوداء قوق وحدة ويترود يلمة ليتر يلمة نعود ديال المقادر زريعة الكتان جوج مع الكبار معلقة كبيرة من الباب ونج ومن الحب السوداء يعني معلقة كبيرة الباب ومعلقة كبيرة لحب السوداء وقوق وحدة هاد الشي كامل كتحطوه في واحد الاناء كتخوئ عليه الماء وكتديرو هي غلا فوق البوطة شحل هاد المكونات كامل كتخلي وفوق البوطة كتغلا حتى كتعقاد كيعطينا واحد المحلول عاقد ستحسو بي بان هذا المحلول بدك يعقاد يعني لازيج 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 كتعطي ذاك اللي فيها كاك نعم فيسكو نعم لازيج لازيج إذا نصفو هاد الخاليط هاد من بعد نصفو مباشرة فواحد القرية يعلم كتدخل شاشية الشمس كتخلي في تلاجة هاد الخاليط كتشقو بي شعركم يعني كدهنو جلدة دي الشعر والشعر دي للكوم غير هنا الفرق أنكم كتخلي ساعة ونص ساعة ونص كنخلي هذا الخاليط في الشعر دي لنا حتى كيشرب مزيان وكتستفد من نوع السيدة واش تساعد بأنها تغلف شعرها ولا تدلو مثلا شي فوطة دافية ما تحتاش ما تحتاش لأنها كيكون سريع الانتصاص وهذا الماسك السيدة تديرو من جدر دي الشعر ويكتر تدير بي الأطراو يعني يزيد الشعر مزيان ترطيبة طبيعية واخت كيفاش تدير ترطيبة غنخلي وساعة ونص ومن مرة في الأسبوع وعلى الأقل مرة في الأسبوع ودوم عليه القليلة واحد تلت شهور لأنك الشعر يحتاج ترطيبة طبيعية خاصة وصفة جديدة اليوم يعطيها دكتور عماد اللي تعود لك ترطيبة طبيعية مضمونة وأمينة كنعود نذكر فيها زريعة الكتان فيها البابونج فيها الحبة السودة فيها القوق وهذه المكونات كيتطبخوا في الماء لما قادروا الوصفة كاملة كنعودوا نذكروا بها وتلقاوها على صفحة ديال فيسبوك سنة الزعيم أصوات اللي كنسلم فيها على كل الأخوات وكنذكر بوشرة مرحبا بك هي هذيك الصفحة كذلك أميرة أميرة هي هذيك الصفحة مرحبا بكم ولكل الأخوات اللي كي يسولوني الآن على لسيت ديال الشيف بوشرة بن شرقي إحنا يكن نقول لكم على أنه ممكن تزورها على صفحة ديالها أهلوب ريوات دكتور عماد هذي الوصفات بايشي نشحوا خاص المواد باعليهم المقدر المواد باع ويكون المكونات الطبيعية يعني تلسى ديالحواج اشتركوا في القناة